طيب حضرتك دلوقتي بتقولي انه يعني خلينا دايما نستعمل كلمة التراث المصري وليس الاثار المصرية حقيقي لانه ايه الفرق بين الاثنين لما في القرن 19 علم المصريات ابتدى طبعا نابوليون كان جاي مصر عشان كان فكر ان هو حفيد الاسكندر الاكبر هيجي افتتح الشارع طبعا نابوليون كانت الحملة بتاعته ما كانتش حملة للتنوير زي ما هما بيحاولي قلولنا ده قتلوا مصريين كتير جدا ده بس في مشوارهم من اسكندرية ده منهور قاهرة قتلوا ما لا يقل عن الفين مصري درجة انه يعني بيقال كده ان الجوثس كانت في مياه نهر النيل كتيرة جدا الناس مش لقيا مكان تدفن فيها موتاه فطبعا نابوليون خسر الحرب تزيل انجليز لانه بريطانيا رحت اتفقت مع السلطان العثماني اللي برضو ما كانش عايز ان مصر تروح منه نحن كنا تحت احتلال من الناحيتين من العثمانيين ومن الفرنسيين وعشان بقى خسر الحرب لانه بريطانيا رحت حرقيت له كل المراكب حاول انه يغطي على الهزيمة العسكرية دي بانه لا ده كان انتصار ثقافي ساحق وانه لولا فرنسا ما كانش العالم من خلال وصف مصر عرف مصر القديمة فالمحاولات الفرنسية دي اللي طبعا يعني بعد كده شامبوليون ولحد النهاردة ناس فرنسيين كتير وعلماء فرنسيين كتير في المصريات دايما بيقولوا انه من غير فرنسا ما كانش العالم عارف مصر القديمة ففيه احساس انه الاثار اللي اخدوها كان اصلا فكرة نشأة علم المصريات نشأت على الانتيكوتيز الانتيكا القطع اللي هنروح ناخدها من مصر ونرجح وحتى وقت محمد علي لما جاء كانوا التلات اناسل هنري سولت وداتانازي ودروفاتي اللي كانوا موجودين طبعا محمد علي كان بيعمل مش لمصلحة مصر محمد علي كان بيعمل لمصلحة ولاده انه عايز يورسهم التركة اللي هي اسمها مصر بالزبط هو مش فارق معي بقى اثار ولا اي حاجة مع انه هو فعلا عمل اول قرار سنة 1831 لوقف ان الاثار ما تخرجش كده يعني بقى فيه بس تنظيم لعملات خروج الاثار ولكن محمد علي عشان خنقته مع السلطان العثماني كان عايز ان اوروبا تدعم محمد علي فاوروبا تدعم محمد علي ازاي من خلال التلات اناسل اللي كان بيديهم الاثار بتاعتنا يعني زي ما هم عايزين يعني انا وانا بشتار في دار الوسائق القومية عندي جواب كده انه محمد علي بيقول انه هنري سولتي طلع كل الاثار اللي عايزها حتى بدون ما يدفع جمرك ومن غير ما حكته تتفتش فطبعا ده خلى بقى انه كل الاناصر اللي كانوا جايين مصر يسترزقوا يعني طلعوا كل الاثار دي عشان يبعوها بقى المتحف البريطاني ومتحف اللوفر والمتحف في ايطاليا والمتحف في بردن والناتج حاليا انه متاحف العالم كلها فيها اثار مصرية هي طبعا خسارة يعني لمصر طبعا لكن هل فيها نوع من الفائدة ان احنا بقينا منتشرين في كل متاحف العالم وانه بقينا يعني موضع دراسة لهذه الاثار يعني احنا ممكن نتداول في هل ده فدنا او ما فدناش مسألة عايزة تفكير فعلا هي مسألة عايزة تفكير ولكن ومحتاجة دراسة يعني ما اقدرش ان انا اقول لحضرتك فدنا او ما فدناش اللي ما يكون عندي اقدر ان انا ادرس الموضوع بشكل كاف هل عندنا احصاء مثلا لعدد لا يعني فيه ناس بتقول ارقام ولكن احنا عندنا مخزن كتير قوي في المتحف اللي برد ما نعرفش فيها ايه غير منشور القطع الاثارية الموجودة فيها فما نعرفش عدد الاثار المصرية الموجودة برد غير طبعا الهواء والسوق السوداء اللي فيها الاثار فحقيقة ما عندناش رقم نقدر نقول عندنا مثلا 10 مليون قطعة اثارية برد فدخل انه علم المصريات نشأ مهتم بالقطعة وبالذهب وبالمومية وكان حتى في العصر الفكتوري في انجلترا عندهم حفلات اللي بيفكوا فيها الموميوات ويجيبوا الناس تتفرج فنشأ علم المصريات بيتكلم على الانتيكوتيز على الاثار على القطعة الاثارية اللي عندي في المتحف اللي اقدر اخودها فقدر انت بالحضارة العظيمة اللي هي مصر القديمة دي لقية من خلال القطعة دي من خلال انه مصر القديمة تفعلت مع العصر الكلاسيكي ودي اصل الحضارة الاوروبية فباية اوروبا في القرن 19 وقرن 20 بتشوف انه اوروبا دي هي امتداد للحضارة المصرية القديمة فطبيعي ان القطعة الاثارية اللي تكون عندها في المتحف دي بتاعتها لانه هم شايفين انه ده اصل الحضارة منتهى التشويه للتاريخ هو ده او زي ما بنسميه الكولتشر الابروبرياشن ده اللي هو ان انا بقول انه ده بتاعي وهو في الحقيقة مش يعني ده تحليل ليه انه ليه انا سرقت اثار وليه مودت ناس عشان اخد الاثار بتاعتهم وكل ده فده خلا ان احنا بنتكلم نشأت مصلحة الاثار وليس مصلحة التراث طب ايه الفرق بين مصطلح الاثار والتراث التراث هو ماذا يعني الماضي في الحاضر ماذا تعني مصر القديمة نهاردة في المجتمع المصر اللي سألت حضرتك هو انا كل ده بحاول اجاول السؤال انه انا بفضل التراث المصري لانه انا عايزة اول حاجة ما ارتبتش بس بالقطع الاثارية انا عايزة ارتبط بالثقافة اللي انا تورستها عبر الاجيال من مصر القديمة ببقى بكل الطبقات التاريخية اللي عدت عليها يعني مبارح انا كنت في معبد فيه للصبح عندنا القاع التانية في معبد ازيس اللي هي بتاعت حطحور او اللي هي الماميسي او اللي هي صالة الولادة اللي فيها حطحور على سبع عواميد اول يوم حطحور مكشرة واذا علينا وابتدي بقها يضحك يضحك لحد اليوم السبع تضحك ليه لان هي بتحتفل بالولادة اللي احنا النهاردة لما بنجيب الطفل اللي بنسميه السبوع سبوع ونعمل حلقاتك برجالاتك وحلقانون وفوداناتك ده احنا بنتواصل مع مصر القديمة بطريقتنا وهو ده التراث يعني هنقول مثلا ببساطة ان الاثار قد تندرج على مثلا التماثيل والاشياء الملموسة صح والتراث طبعا مسألة مختلفة بما فيه بقى الاغنيات الحاجات صح وفيها القطع الاثري بس فيها القطع الاثرية بدورها في المجتمع النهاردة مش قطع اثرية مقفولة عليها عهدة في المتحف لا زي القطع الاثرية دي النهاردة زي الشخليلة مثلا شخليلة بتاعتها تحور دي زي شخليلة الاطفال بيلعبوا بيها في السعيد الكحل احنا نهاردة الستاتبت تكحل ونتكحل يوم ثبت النور وعندنا تراث كبير جدا محتاجين انه نربط بالقطع الاثرية دي بقى مع التراث الحي اللي عايش في المجتمع المصري فنقدر نربط مصر القديمة بمصر الحديث طب القطع الاثرية موجودة قطع الاثرية التراث هل هو مسجل على حسب طبعا في احنا يعني انا عشان كده نفسي الحقيقة انه مصري يكون فيها هيئة عليا للتراث المصري تضم كل حاجة تضم مجلس الاعلى الاثراء تضم هيئة التنسيق الحضاري تضم التراث المعناوي تضم التراث الطبيعي لازم يبقى التراث ده كله في حتة واحد لما انا بفرقوا كده انا بمشي على النظام اللي عملوا مريات باشا في قرنة 19 اللي هو الراجل المستعمر اللي جاي ياخد مني شوية انسيقاتي حطها في مدحف اللوفر بتاعه فلازم انا واعي ليه انا لازم يبقى عندي تراث لان تراث ده بتاعي انا كمواطن مصري انا بتفاعل معاه بشكل يومي عندي فعاداتي وتقاليدي بستعمله وبفكر فيه